السلام عليكم جعفر الحلقة الجديدة من سوال في سميث وخلينا نخيش على طول في موضوع اليوم في الان بي اي خلينا نخيش في الفريق اللي الكثير قاعد تهمني اني قاعد اهمل هذا الفريق مع اني والله غرد عنه بس ما ما تكلمت عندنا في اي فيديو اللي هو فريق يوتاجاز يوتاجاز اللي بكل صمت رقب الترتيب وتصدر الدوري والان هو الفريق صاحب افضل سجل في الدوري بعد 27 مبارا لعب هذا الفريق 22 فوز و 5 هزاين بس هذا الفريق بعد شوي وقت ما ينزل الفيديو بيكون اوري اللي لعبوا هذا النبارات اللي هي نباراتهم اليوم مع يوتاجاز مع فلادلفيا 76 ارز يعني ممكن يكون سجلهم 23 خمسة او 22 ستة هذا الفريق اللي بعد ما بدأ بداية عادية اربعة بارب بعد اول ثمان مباراة اربعة انتصارات اربعة حزاين بعدين مسك خط انتصارات كبير جدا 11 فوز وقفة دينفر بعدين الان ماسك خط انتصارات جديد ماسك فرق الشرق يضرب فريق شرق رايح فريق شرق جاي يضرب فيه يضرب فيه راح على اتلانتا راح على شارلت راح على انديانا مسك السلتيكس مسك ملواكي الهيت كلهم لعب ضدهم وكلهم فاز عليهم رحلة الشرق حقتها هذه يعني ماسك الفريق يعني طاق 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 يعني هذا الفريق في اخر 18 مباراة انتصار 17 مباراة مستوى مميز جدا جدا من فريق يوتاجاز يوتاجاز يعني حتى اكثر متفائلين اتوقع ممكن بهذا الفريق ما توقع انه تقول لهم هذه البداية المميزة هذه البداية تاريخية حتى لهذا الفريق قتوقع يمكن حتى افضل بداياتهم مقارنة حتى بالبداية البداية السنة اللي وصلوا فيها سنتين هم وصلوا نهائي لما لعبوا ضد فريقهم ضد جورجون وخسرواهم عناصره وخلا نقول حتى اسباب التفوق لهذا الفريق كثيرة ممكن ويعني ممكن بعضهم ترابط في بعض وكذا لكن بالنسبة البداية دائما تكون الرأس الارم اللي هو كوين سنايدر اللي هو مدرب الفريق مستوى ما يزيد نقاعد نشوف كأداء جماعي من هذا الفريق كيف تحريك الكرة شوفت لحريق الكرة قلة الانانية بشكل كبير جدا في هذا الفريق الكرة في الهجوم ما ضل عند لاعب ويعني ما بتقول كل هجمات كذا بس كثير من الهجمات شوف ان الكرة تحرك على 5 لاعبين داخل الملعب في الحالات الهجومية تحرك كبير جدا بين لاعبين بدون كرة تتحرك الكرة بشكل كبير جدا شيء مميز جدا لهم في الهجوم في الشق الدفاعي شيء مميز جدا لهم في tells這裡 في coaching تحركات دفاعية機 اللي لاعب يصير switch وحماية السلة شيء مميز جداً اللي قاعد يعمل هذا الفريق من ناحية تدريبية من ناحية اللاعبين بعدما الفريق جدد مع رودي جوبيرت وأنا حتى قاعد أقول أن المبلغ إلى الآن ممكن أقول أنه حتى المبلغ كبير جداً لكن هذا السعر السوق وجدد مع دينوفان ميتشيل مبالغ كبيرة جداً فالفريق يعني خلاص هذا الركيز اللي عندنا وما نقدر نعمل تغييرات كبيرة على الفريق الفريق الموسم الماضي اللي يذكر جاب مايك كولي وكنا نقول يعني أنه ممكن بيطيهم دفعة كبيرة لكن مايك كولي الموسم الماضي ما كان بالإضافة الكبيرة جداً ما كان بالتميز اللي كان يطمح به الفريق وبعد حتى في مسألة البلاي اوفس وخروجهم من الموسم الماضي في بلاي اوفس تأثروا من هذه النواحي من غياب مايك كولي بعض المباريات بعد مستوى مايك كولي وكان حتى بعض المشاكل ثانية واللي منها أن اللاعب بوكدانوفيتش كان مصاب وكان هو ترى مهم جداً لهذا الفريق فاللي قاعد يصن الآن ليوتا جاز أشوفها بشكل كبير جداً يستمر ويستمر ويستمر الآن الفريق قاعد ينتصر سبعة انتصارات متتالية أو 17 من آخر 18 مباراة هذا الشهر حتى الآن ما خسروا ولا مباراة بس ما ندري يعني وإش بصر المباراة الجاية اللي بيلعبوها مع الفلادلفية 76ers وقت تصوير إلى الآن ما اللعبت مباراة مع الفلادلفية يعني الكل يقول أوه بيجيوا لبلاي اوفس بيخسروا هذا بس ريجولر سيزن كده أوكي ممكن تقول هذا الكلام لأن هذا الفريق للآن ما أثبت نفسه في البلاي اوفس أو يعني للآن فريق جديد وكده لكن ما تقدر أنك تتغاضى عن كل شيء قاعد يسوي هذا الفريق والتمييز اللي قاعد يعمل هذا الفريق في الريجولر سيزن بدين ايه ما لهم أي داعي بيخسروا لا الأمور الجيدة اللي تصير في الريجولر سيزن يبنى عليها إلى البلاي اوفس وأكبر مثال أنه لما الموسم الماضي لوس أنجلوس يكليبارس كان الفريق اللي كثير كان يتوقع أنه يوصل أقلًا أقلًا لنهائي القسم بس كان فينا لاعبينهم كان أهما ريحياً نحن بنوصل لنهائي القسم إحنا فريقنا الأقوى عنا سوبر سار وكذا فكان في إراحة الكثير من لاعبين لاعبين ما كان في تفاهم لاعبين كان في بعض المشاكل وهذا كلان عكس تتعلب لي اوفس فالأشياء اللي مفروض تعملها وتصححها وتبني عليها تكون في الموسم الاعتياري وهذا الشي اللي قادرين يعمله يتأجاز التطور الكبير اللي قاعد بإمار ربه دونوفين ميتشيل هو أحد أسباب هذا القفز أبعد لهذا الفريق دونوفين ميتشيل هو العنصر الأول حالياً في هجوم هذا الفريق أنه قاعد يسجي أكثر من 24 نقطة مميز بشكل كبير جداً في قيادة هجوم هذا الفريق يعني في فريق يتأجاز مستوى يعني صعد بالليفل حقه إلى مستوى مميز أنا دائماً أقول أن دونوفين ميتشيل لأنه دخل بعمر أكبر من بقية اللاعبين فكان ناظج أكثر لأنه جلس في الجامعة أكثر من معظم اللاعبين اللي يدخلوا للدرافت وأنه بدأ يصعد مستوى أكثر وأكثر لكن الليمت حق دونوفين ميتشيل يعني ما أحد تتوقع يقول أن دونوفين ميتشيل يكون السوبر ستار الخارق الخارق مثلاً بس أن اللاعب مميز جداً أول ستار شيء مميز جداً فبع التوليف المميزة اللاعب ومع مستويات رودي جوبرتين مميزة هذا الموسم خصوصاً مستويات الدفاعية مع مستوى جو أنجلس مع مستوى مايك كورن للمتطور هذا الموسم أو اللي قاعد يصير مستوى أفضل بكثير من اللي عطاهم مياه الموسم الماضي مع بويان بوغدان وفتش والعودة والمستويات اللي قاعد يقدمها والحلول اللي يعطيهم إياها إضافة إلى عنصر مهم جداً عندهم من البنش ودائماً نقول أنه لازم الفريق يحتاج لعب يكون في الاحتياط يحرك الاحتياط ويعني يكون قائد إلى الصف الثاني إلى البنش أحياناً الفريق الأساسي يمر بحالة سيئة أو أحياناً يعني تحتاج أن يدخل أحد من الاحتياط ويغيره شوي في المباراة في سرعة المباراة يغيره شوي حتى في أشياء كثيرة في المباراة هذا اللاعب الآن عند يوتا جاز هو جورن كلاركسون جورن كلاركسون قفز مستوى هذا الموسم بشكل ممتاز جداً من ناحية التسجيل من ناحية الإفيشنسي من ناحية المستويات الجماعية كل هذه الأمور مع مستوى هذا اللاعب وهذا اللاعب والمستوى المدرب والقفزة كلها مستويات يعني أدت إلى أن الفريق يعمل هذه الانتصالات المميزة ويعمل هذه المستويات المميزة كلها لو الفريق يعني ق stoppingみбاراة ضد فرق صغيرة أو فرق أقل منها أو فرق يعني ما لها أي حضوض وكذلك كان من يقول أوكي فايز كان مباراة كذا على فرق ما لها داعو لكن الفريق يدخل على كل الفرق القوية قاعد يقدم بد كله الفرق قاعد ينتصر على فرق مرشحة ثلاث مباريات من تتالي يفوز على السلتكس على ملواكي على ميامهيد يعني هذا مو شيء صرفه هذا مو شيء إنه هذا الفريق عاري فاللي أبغى وصله بس أكثر من هذا الفيديو إنه الكلام اللي ينقال إنه أوه هذا الفريق بس في الريقولار سيزن كذا كثرة هذا الكلام يعني حسس إن الريقولار سيزن كأنه ما له داعي إن الريقولار سيزن الشيء اللي صار فيه لها شيء يعني ما يحتاج حتى تابع هذه البارات وهذا شيء خاطئ جدا الأخطاء اللي يصير والأمور اللي يصير والكميستر اللي يبنى كله في الريقولار سيزن وهذا اللي تطور هذا الفرق أنا ما أقول إنه يوتجاز أصبح أقوى المرشحين ولا أقول إنه يوتجاز هو اللي بيجيب بفوز في القسم أو بيصعد بيجيب النهاية حتى لكن لا يمكن أنك تتغاضى عن مستويات الفردية اللي لاعبين يوتجاز ولا حتى المستويات الجماعية وهذه الانتصارات المميزة اللي قاعد يقدمه هذا الفرق الشيء الثاني اللي بنتكلم عنه هو إصابة النجم أنثوني ديفس وغيابة اللي راح يكون أكثر من ممكن ثلاثة أسابيع إلى شهر أنثوني ديفس غاب مبارتين تكلمنا عن هذا الشيء من قبل ورجع قالوا إنه أوكي اللاعب الآن يقدر يلعب وصيف في مبارات لوس أنجلوس ليكرز مع دين فرنقس واللي خسرها لوس أنجلوس ليكرز خرج اللاعب وعملوا لأشعة الرنين المغناطيسي واتضح أنه عنده بعض الإصابات في عضلة ساق اليمنى وبعد إصابته السابقة اللي خلتها ما يلعب هذي كنبارتين اللي هي تورم خفيف كذا في وتر العرقوب طب هذي خطيرة جدا لو كان قطع في وتر العرقوب وقطع في وتر العرقوب ومثلا هي الإصابة اللي جدت لكيون دورانت وغيبتها إلى أكثر من موسم بس الآن إصابة أنثوني ديفس يورم فالأخبار حسب كلام موج إنه راح يغيب تقريبا ثلاثة أسابيع أو إذا مو أكثر الليكرز راح يعمل له تقييم جديد بعد ما يرجع إلى لوس أنجلوس لأنهما كانوا في مدينة دينفر بس حسب كلام موج إنه مستحيل أو مستبعد جدا إنه اللاعب راح يلعب خلال هذي ثلاثة أسابيع أو إلي ما يكون توقف أسبوع كل النجوم اللي راح يكون في تاريخ عشرة مارس يعني ممكن يكون يغيب أسبوع ثلاثة أسابيع يغيب شهر وممكن يغيب أكثر ما ندري إصابة الأنثوني ديفس أكيد بتأثر كثير جدا جدا على لوس أنجلوس ليكرز سواء حتى لو بس غاب شهر أو غاب أكثر بتأثر أكيد أكثر أول شيء بتكلم فيه عن هذه الإصابة إنه الكثير اللي يتكلم إنه ليش الليكرز لعب اللاعب إذا هو ما كان جاهز اللاعب كان جاهز لازم فيه طاقم طبي تقييم الحالة يشوف إن اللاعب يقلر لو ما يقدر ممكن أحيانا إنه في تشانس إنه يتعور بس هذه الإصابات تصير في كل شيء اللي يخلي الكلام يطلع أكثر إنها إنه هي نفس الإصابة السابقة أو تفاقم الإصابة السابقة هذا اللي يخلي أوه طاقم الطبي سيء أو إنه كيف يسمحوا لي أو إنه الفريق غبي هذا الكلام يجي أنا ما أين هذا الكلام لأن الإصابات يعني الشيء يعني صحيح محزن وكذا بس يصير بس إنه لما تكرر الإصابة بتقول ليش هذا الطاقم الطبي وكذا لكن أكيد اكتصار تقييم الحالة صارت عمل بعض الاختبارات عمله أشعة طلع أن اللاعب لا يقدر يلعب اللاعب يعني جاهز إنه يلعب إن حدثت الإصابة أو إنه تفاقمت أو إنه صار شيء زي كذا قضاء قدر يعني صحي إنه في بروكوشنز وفي أشياء تقدر تسويها وتعمل بالأسباب لكن هذه حالة الإصابات يعني في الكرة الآن وضع لوس أنجلوس ليكرز الآن الفترة الجاية الليكرز بيلعب بعض النبارات القوية منها حتى مع بروكلين نيتس وبيلعب مع فرق مشتعلة مثل فينيكسانس وغيرها فالليكرز راح يمر وأكيد بفترة صعبة إنك الآن تعرف إن الفريق ممكن بيلعب شهر كامل بدون أنثوني ديفيس الفريق مفروض أول حاجة أول حاجة من تلتي العقلية تتغير إنه إحنا الآن نلعب بهذه التشكيلة وبهذا الفريق بدون أنثوني ديفيس فيتغير كثير من الخطط أنت لما يكون عندك أنثوني ديفيس تبني خطط مميزة جدا عليه تبني خطط الدفاعية عليه أدري حتى هذا الموسم أنثوني ديفيس ما كان الشيء المميز هيجومية لكن وجوده وحضوره الدفاعي شيء لا يمكن الاستهان به لمنظومة الليكرز مو بس الدفاع الفردي المنظومة كاملة فعدم وجود أنثوني ديفيس بيغير كثير من منظومة الليكرز ويمكن يغير حتى من أرقام الليكرز الدفاعية والهجومية وبأثر كثير لكن هذا الآن أنت تستغلى أنك تعطي فرصة للاعبين مثل كوزمان يتميز في آخر المباريات مثلا ترجع مورس إلى التشكيل ويلعب أكثر لاعبين يشاركوا لاعبين كذا ممكن يأثر شوية على الدقائق لبراون أنك تحتاج النزيلة أكثر وكذا لكن بالنسبة لي أشوف أنه الفريق في وضع ممتاز من ناحية الترتيب سواء لو خسر مبارياته الآن أكثر نزل من المركز الثاني إلى الثالث إلى الرابع ما هو الشيء اللي بيغ ديل يعني الشيء اللي بيكون مرة مرة سيء إلى فريق الليكر زياني خصة أن الفريق يعني هو البطل هو اللي متعود الآن على جوال بلاي اوفس وكذا يعني من الموسم الماضي فلو ننهى الموسم سواء بالمركز الرابع الثاني أو الأول عند العقلية أنها ما تفرق إياه كثير جدا مع أنه ممكن أو إن شاء الله حتى بعد ما يخلص الموسم يكون أوريلي رجع الجمهور وفتكينا من أزمة كورونا شوي وكذا ممكن يتأثر حتى الترتيب في هذه الناحية لكن المهمة الآن مهمة الآن أن أنثني ديفس ما يرجع إلا لما يكون جاهز تماما لأن مهما كانت أهمية أنثني ديفس في الريغولار سيزن وفي باريات الريغولار سيزن أكيد في البلاي اوفس بتكون أهم وأهم 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 وهو اللي بتحتاجها فعلا فعلا فيها الآن في الريغولار سيزن تقدر يعني تغير في التشكيل تضبط تعمل وخسرت فست فتقدر تبني عليها يعني تعدل في خطط أشياء كثيرة جدا لكن مهم جدا أن أنثني ديفس الآن يتعافى من هذا الإصابة أن يكون جاهز تماما تماما إلى البلاي اوفس وأكيد يعني تمنى أن يرجع قبل البلاي اوفس ويبدأ يرجع تدريجيا لمستوياته عشان من يوصل البلاي اوفس أن يكون لاعب بكامل كامل جاهزيته تعد إلى إلى مراحل الحسم يعني الليكرز أكيد بيتأثر هجوميا دفاعيا كل شيء حتى ممكن أرقام بعض اللاعب ينتزل لأن أنثني ديفس سيأثر في هذا شيء لكن ما هو التأثر الكبير جدا لأن الليكرز بيطلع من مرحلة أنه ما بيكون حتى في ترتيب البلاي اوفس أو أنه بيمر بخسائر كثيرة متأتالية وما زال الليكرز عنده فريق جيد ما زال الليكرز يملك لبراون جيمز ما زال الليكرز يعني الفريق البطل أو بس هذه حلقة سوال في سبس اليوم الآن تعطونا رأيكم في فريق يوتا جاز وصحيح هذه بس في البلاي اوفس اشترك اذا ما كنتمشترك فعل التنبيهات اذا تبغى تشوف الجديد اول بأول بس كنتمعك من الجافة يعطيكم الف عافية على مشاهدة يلا سلام